أكدت المتحدثة باسم وكالة الأونر وأكدت أن نقص الوقود يعيق جهود الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة مشيرة إلى أنه منذ بداية عام 2024 تم السمح بدخول 14% فقط من الوقود الذي كان يدخل قبل أكتوبر 2023 وأضافت أنه علاوة على صعوبة الدخول فعليا إلى غزة تواجه فرق الإغاثة الإنسانية تحديات إن إزاء ما يمكن أن تفعله لمساعدة المحتجين في القطاع في ظل نقص الوقود وتضاؤل الإمدادات ولفتت المسؤولة الأممية إلى الأضرار التي لحقت بمنشأة الأمم المتحدة حيث تسبب القصف الإسرائيلي المتواصل في تدمير أغلبها